الهي بنسميه الكاميرات المتقطعة. طيب بنعمل ايه? بنجي نحط كاميرات متقطعة مع بعضها بحيث انها بتكون شبكة من الكاميرات. حاجة بنسميه عندنا جريد اكشن. جريد يعني شبكة. طيب دايما ميزي الشبكة ايه? ان هي ما فيها الشايل ومتشال. ما فيش ولا الكاميرا شايلة تانية. طيب لو ما فيش شايل ومتشال ده معناه ان اللود لما ينزل على الشبكة دي. من الاخر ما لوش اتجاه معين هيمشي فيه. لأ دلها هيحصل ايه? اللود ده هيتوزع في جميع الاتجاهات. فالتالي لما اللود ده يتوزع اللي يحصل طبعا يقل. ولما يحصل طبعا يقل فهو احنا بنصمم ساعة عن طلع كميات خلصانات اقل وتسليح اقل. طيب مبدئيا كده عادة بتستخدم في القاعات الكبيرة شوية. يعني النادرة ما تبقى موجودة في بيت. موجودة القاعات ممكن توصل لحد تمنتاشر متر في تمنتاشر متر. من غير ما نحتاج نحط اعمدة في النص. طيب يعني الاعمدة هيبقى مسموح بها فين? بس اللي هو المحيط الخارجي بس. لك ما بنوعه نحط اي اعمدة في النص. طب تخيل لو انت عند القاع ممكن توصل لحد تمنتاشر متر في تمنتاشر متر وفيها هنا. اكيد تح يبقى كبير جدا ولا لأ? عشان كده بنحتاج نحط عندنا شبكة من الكاميرات جوه. بتدي حط كاميرات في اتجاه الالي شورت وكاميرات تانية عمودية عليها في اتجاه الال. طيب بس بشارط ان ما فيش ولا كاميرا من الشبكة اللي جوه دي تبقى متشال على التانية. يعني الكاميرا القسيرة اللي انت شايفها دي دي متشال على ايه? اوكي الكاميرا اللي هنا. من هنا اللي هنا متشال على الكاميرات الخارجية. والكاميرا دي برضو متشال على ايه? عالكاميرات الخارجية. لكن عند تقطعهم هنا ما فيش شغيل ومتشال. طيب شكل البلان هيبقى عامل ازاي? قاعة كبيرة زي ما قلنا. ابعدها مسلا في ممكن توصل لحدة تمنتاشر في تمنتاشر. طيب مسموح بالاعمدة على المحيط الخارجي فقط. طب اتفانة بتاع البلاتك عشان ما ما بقاش كبير او بنعمل ايه? ببتدي حطي كاميرات في اتجاه الالشورت وكاميرات تانية في اتجاه الال. طيب لو خدت بالك احنا واحنا بنرسم هنا. اوكي رسلنا الكاميرات دي مفتوحة لبعضها. ده لإيه? ان ما فيش شغيل ومتشال. يعني معنى صح. الكاميرا دي انا ما اعتبرها كاميرا في الاول وفي الاخر بس على الكاميرات الخارجية فقط. وبرضو الكاميرا دي بالنسبة لي تعتبر كاميرا فين في الاول وفي الاخر. لكن عند تقطعهم هنا مفيش شغيل ومتشال. طيب عشان ما نطلق بقاش في الرموز هنسمي مسلا مساحة البراطات الصغيرة اللي بين الكاميرات البانلد ايه في بي. بدلا ما نطلق بقب بينها وبين ال ال في ال بتاع تقاع كبيرة. الطبيعي ودي مش ارقام يعني قوي ان ال او وال ب دول من اتنين لخمسة متر. يرتقي مسلا البراطة تبقى منيموم اتنين في اتنين وماكس ما بخمسة في خمسة. لكن لو حبينا نزود عن خمسة في خمسة مفيش اي مشكلة. ممكن توصل لحد تمانية في تمانية كمان. بقى مفيش اي حاجة تجبرنا على كده. فعشان كده الاغلب البلاطات هنا اللي بينهم تبقى بلاطات لكن لو احنا زودناها مسلا عن خمسة في خمسة ممكن تبقى مفيش اي مشكلة. طيب مبدئيا كده. بالنسبة عندنا تفاقلة للشبكة الكاميرات. خلينا في الكاميرات نفسها. طب احنا للوقتي نيس الشبكة النهاية الكاميرات دي والكاميرات دي زي ما قلنا. يوم ما ينزل على الشبكة دي اللود ده مش هيمشي في اتجاه واحد. طبعا خبالك لو لو ميشي في اتجاه واحد معناها ايه اللي هيحصل ان المومنت هيبقى كبير جدا وساعتها تكلفة تبقى كبيرة جدا. لكن ده لو توزع جزء على الكاميرات دي وجزء على الكاميرات دي. اللود يتوزع فتفنى يقل والبن المومنت يقل فهو احنا بنصمم يطلع كميات خرصانات وحديد اقل. طب ازاي اضمن ان الكاميرات القسيرة اللي طولها وكاميرات اللي طولها دي اضمن ما فيش شي فيهم شال ومتشال. في كين كان لازم محتاجين ان بتاع الكاميرات القسيرة والطويلة يبقى قريب اوي من بعض. وفي كين احنا كنا عادة بنعبر عن بايه? لو تتكر اي فاي على ال. ولما يعرفش لو بنتكلم كده من غير الكلام علمي ان كل الممبر ما تبقى بتاعته اعلى مقصود ان الممبر ده بقى انشف. طب وايه المقصود ان هو انشف ان لما يتحط عليه لود ما يحصل لهوش بسهولة. طيب عندين اللي احنا بنعبر عنها باي في اي على ال. ال اي بترمز لايه? في كين اللي هي معايرة مرونة. بمواجه للماتيريال. وانا كده كده الماتيريال عندي تبقى ايه خرصان مسلح. طب الاي بترمز لايه? فاكي الاي اللي هي ممويت في انرشيا بس ممفت الانرشيا بتاع القطاع. فدي ده ما بترمز لابعاد القطاع. كل ابعاد انا كده قطاع ما تزيد ولأي تزيد فالسفنس تزيد. طبعا الطبع ال ال بترمز لايه لطول الممبر وشاء منطقي إن كل ال ال ما تزيد يعني طول الممبر زيد للسفنس بتاعته اي. طب الحاليان كده لو ما تطيق اتفكر الكاميرات البنرب اللي فيه بينهم بلاطات. iterسب مثلا بلاطات سولد. من طبعا للسفنس بتاعته اعلى بكتير القاميرات البنرب ولا بلاطات السولد. طبعا الكاميرات البنرب. فعشان كده SEG فكرك لما تيتفكر هتلاقي ساعاتها ان البلاطة السلد عندنا تعتبر هي اللي فقال بالك وحنا بنسلح Där الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ما فيها الشال وماتشال. قلنا ان بتاع الكاميرات القسيرة والطويلة يبقى رايب من بعض. يعني يحتاج ان على الكاميرات القسيرة يبقى رايب قوي من الكاميرات الطويلة. طيب اول حاجة زي ما قلنا الكاميرات الطويلة والكاميرات القسيرة ليهو نفس المسلحة. فمش فرقة. بالنسبة للأي اللي هو التفاني الموتوف انيرشيا اللي هي موصوب بها أبعاد القطاع فكر كده لكن لو نفس الستيفنس زي ما قلنا هتشتغل شبكة فاللود اتوزع في الناحيتين طيب لكن تخيل كده لو الكاميرا منهم أبعادها أكبر بكتير إيه اللي يحصل للأي بتاعتها فبالتالي إيه اللي يحصل للستيفنس بتاعها للستيفنس بتاعها يبقى زياد بكتير ونعني هتبقى المنبر أنشفي يبقى ساعتها في الحالة دي المنبر في الاتجاه ده أنشف بكتير من المنبر للناحية الثانية يبقى يوم ما يتحط دلوقتي مين متعقى يحصل في النص اعلى أكيد طبعا المنبر الطويل فعشان كده لو خدت بالك هتلاقي ساعتها بقى شغالة زي كأن المنبر الطويل ده أو القطاع بتاعه صغير هو المتشال على المنبر الثاني يعني بمعنى صح كأن هنا الكاميرا دي سابورت للكاميرا الثانية فالكاميرا دي اللي هي في الاتجاه ده وتشغالها كأنها لكن الكاميرا دي تعتبر هي بتاعها طبعا ده معنى كده أن في الآخر خالص محصلة اللوت كلها يمشي في أني تجاه الاتجاه القصير يعني كأنها بلاطة وان وي فعشان كده اتفنى مومت هيبقى كبير والتسليح كبير والكاميرا مكلفة جدا المعنى الصح دي هتعتبر كأنها ومتشال عليها الكاميرات ساكندري طيب فدي هتبقى حاجة مكلفة زي ما اتفقنا طب عشان بس نضمن إن ما فيش شايل ومتشال إحنا محتاجين برضو زي ما اتفنى نعمل إيه نوحد بحيث إن الإي بتاعت الكاميرات القسيرة والإي بتاعت الكاميرات الطويلة عندنا يبقى تقريبا زي بعض يعني بمعنى صح محتاج إن القطاع بتاع الكاميرا القسيرة بيسوي نفس بي و تي بتاع الكاميرا طويلة فإن هو نفس يبقى أنا كده الإي كده كده لتنين قض بعض وكمان خليت لتنين قض بعض إن تفنى أبعاد القطاعة هنا وهنا زي بعض نقص بس فكر كده اللي هو مقصوب بيه لازم لتنين اللي بقريبين من بعض ليه يعني فكر كده لو في فرق كبير في الأطوال عندي الكاميرات هنا مثلا كاميرا هنا طولها أكبر بكتير جدا من الكاميرا التانية مين للسفن بتاعته تبقى أعلى بكتير طبعا الكاميرا القسيرة فبالتالي برضو زي ما تفنى يشتغل ايه يشتغل هنا كأن دول يعني الكاميرات رئيسية والتانية كاميرات يعني برضو شغالة كأنها فاللودي يبقى تفنى المومنت يبقى كبير قوي والتسليح كتير فبقت كاميرا مكلفة يبقى عشان نضمن برضو إن ما فيش شاير وميتشال محتاجين إن الاتنين اللي يبقوا قريبين من بعض عشان كده هنا فيه بصراحة عشان نضمن الاتنين من بعض ايه هو إن مزيتش عن اربعة على تلاتة بالنسبة هي في الكود مكتوبة واحد ونص لكن احنا عمليين بنفضل إن هي ما تزيتش عن كام اربعة على تلاتة ايه السبب قلنا عشان يبقى الاتنين نقول له قريبين من بعض فالاتنين يبقوا قريبين من بعض فتضمن أكتر إن هي شغالة شبكة ما فيها الشاير وميتشال طب يبقى تعالى نرجع بقى على الكلام ده بس في البلان وإن دلوقتي عندنا شبكة كاميرات التفنى فيه كاميرات قصيرة طولها وكاميرات تانية ايه طويلة طولها انا محتاج دلوقتي إن الكاميرا القصيرة اللي هي تسوي تقريبا الكاميرا الكبير فاحنا قلنا هنعمل ايه اول حاجة ال اي كده 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 قد بعض الاتنين نفس الماتيريال خلاصانة مسلحة بس قلنا عشان نخلي ال اي هنا قد ال اي هنا هنعمل ايه هنخلي ابعاد القطع في الكاميراتين زي بعض ليهم نفس ال بي ونفس ال تي طب فاكين قلنا بالنسبة ال ال عشان تبقى ال ال هنا وال ال هنا قريبين من بعض لازم ال ال على ال شورت ما زيتش عن كام اربعة على تلاتة